والله انت يا سرطان على غير عادتك هاي الفترة او هذا الشهر رح تكون سريع كتير 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 يعني شايفة في عم تركب عجلة وسريع جدا جدا ولكن يعني في الاعلى انا شايفيتك عم بتطير طيران عم بتحاول انك تودي الامور لمطارح افضل وعم تزبط معك على جميع الاصعي دي ممكن تكون شايفيتك عم تعلى فيه علوه شأن في هذا الكرت طاقتك عم بتكون مركزة على هذا الموضوع عم تركز على نفسك ونازل كل الدنيا عم بطلت خلص اللي هو تعطي اهتمام زي لا عم بشوفك بتركز على حالك اكتر هذا الشهر من الكرت نشوف بشكل عام للسرطان من شو خايف يا صرطان؟ متخوف من موضوع معين؟ او عم تستنى نتيجة معينة؟ علاقة ثلاثية مع انه فتحناها بشكل عام ولكن برج السرطان عم بشوف في علاقة ثلاثية نتيجة هاي العلاقة الثلاثية انت معلق الموضوع في موضوع طبعا عاطفيا انت معلقه يمكن زعلان مع الحبيب وشايفيتك هون عم تطلع لبعيد حابب تبعد حابب يمكن خلصت اخد قرار مليت في طاقة ملل في الموضوع صبرت كتير على علاقة ثلاثية او شاكك يمكن في علاقة ثلاثية ومجمد الموضوع على بين ما تتأكد او على بين ما تاخد قرار من الطرف الاخر ولكن هذا كله في النصف الاول من الشهر هاي تخوفات كلياتها ولكن في النصف الثاني من الشهر كل الاوراق طلعت ايجابية بطريقة فضيعة اولا خليني احكي الطاقات قبل ما احكي عن النصف الثاني الطاقات عم بتكون برج الاسد او كمان بشوفوا القوس او برج او طاقات او نارية عم بتكون هوائية نائية نصف الثاني رح يكون افضل بكتير كتير من النصف الاول بحب بس تشوفوا الوراق هون عم بشوفك قربت كتير كتير من تحقيق امنية معينة عم بشوفها بالعمل اكتر يمكن فرصة عمل يمكن شايف في عندك طموحات كتير عم بتكملها شوي شوي انجزت منها ولكن في عندك يعني زي نهاية موضوع على خير زي قربت كتير من النهاية السعيد اللي انت نستنيها في النصف الثاني من الشهر عم بتكون في فرحة عم بسبب لك اياها شخص يمكن من برج ناري يمكن يكون قوس او اسد عم بتكون سعيد كتير في تغيير كبير رح يصير هذا الشهر او تغيير يمكن بخص العمل او العاطفة اه شايفتك عم تاخد قرار شايفيتك عم تتكرم اه عم تاخد تحصد يمكن لك اكم من شهر عم تشتغل على شغلة او موضوع معين عم بشوفك بتاخد النتيجة هذا الشهر في النصف الثاني وعم بتكون هاي النتيجة سعيدة البعض منكم عم بشوفه عم بسافر فعليا يعني عنده سفر اه فعلي لانه بينت بالطاقة قبل شوي انه في عنا شفتك عم بتطير هيك لفوق فا احتمال يكون عندك سفر على عمل او على هجرة اللي هو سفر مش سياحة او روحة وجاية لا يعني روحة لمكان بعيد عم بشوف بترجع فيك من بعد ما كنت كتير متخوف من موضوع معين عم بشوفك خلاص اطمنت وصلتك النتيجة نتيجة هذا الموضوع ممكن السيناريو هذا يزغط كمان على اللي عم يدرسوا عم بتكون نتيجة ايجابية بتسعد قلبهم اه والله يسعد قلبهم السرطان فش احلى منهم حبايبي وكمان رح تكون جدا جزة بهذه الفترة عم بتهتم كتير بالهندام بالشكل يمكن الخارجي عم تعمل كتير امور بنفس الوقت شايفيتك عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل عم بتحقق فيهم يعني هون شايفيتك ربحان على كل الاحوال فمجن الساحر عم تسحر اللي حواليك يعني حتى لو كنت مرتبط فانت عم تسحر كل اللي حواليك في مظهرك عم بيكون كتير مظهرك هاي الفترة يعني كتير بشد خلينا نقول فشايف العين عليك معجبين حواليك عم بيكونوا شايفي فيه ناس ممكن يكون فيه عندهم اوجع او يعني متعلقة ممكن تكون بسيطة طبعا مش مش شغلات كبيرة انا عم بقول ولكن اه ممكن هاي الشغلة تكون لها علاقة في المفاصل في التعب اه يمكن نفسي عم بيأثر شوي عليك جسديا ولكن يعني ما في شي بخوف اه ما في شي بخوف بهذا الموضوع شايفيتك عم تنجز انجاز عم تتكرم على موضوع اه كنت تعبان الك فترة عليه نشوف بشكل سريع عن العاطفة حد الكرت انا بشوفه ايجابي مع انه في ناس كتير بتشوفه سلبي بس انا بشوفه ايجابي تغيير كان لابد منه على الصعيد العاطفي شوف هون كنت كتير محتار ما بين انك يمكن ترجع مع الحبيب او تبقى مع الحبيب او خلص تنسى وتروح شايف عم تاخد القرار فعلا في هذا الموضوع ولكن القرار رح يكون بانك ترجع او تبقى مع الحبيب مش انك تروح انا ما شايفيتك رايح بالعكس شايفيتكم مقبلين على بعض ولكن هدول الكرتين تغيير كبير على الصعيد العاطفي لبرج السرطان في نهاية عندهم نهاية لموضوع مشرط نهاية لشخص نهاية لموضوع لمشاكل معينة لشخص لعلاقة ثالثة كانت مبين عندنا قبل شوي نهاية 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 لعلاقة ثالثة هون في علاقة ثلاثية انتهت عم تتفرج عليكم من بعيد خلاص بععدات صارت من الماضي عم تجتمعوا على خير شايفتكم وهم العزاب أو الأرامل أو المطلقين اللي اللي لهم فترة طويلة يعني هما بيعتبروا حالهم متأخرين عن الزواج شايف فرصة كبيرة جدا هاي الفترة للارتباط لهدول الأشخاص اللي معتبرين حالهم انه تأخروا في الزواج أو تأخروا وخاصة اذا كانوا على علاقة مع شخص فهذا الشخص رح يكون من نصيبكم والله أعلم لأنه شايف في بناتكم يعني استمرارية في حياة جدية نش اللي هي علاقة عابرة أو مؤقتة نشوف من المسج من الحبيب إذا كان قريب أو بعيد مش قادر يقولها من عقل البطن ممكن تكون هنا عم بشوف عتاب أكتر ما هو مسج يعني عتاب على موضوع معين عتاب مع أنه برش السلطان ما بخلط بحدا يعني ما بتهيقل أنه هو الغلطان لكن عم بيكون الشريك عم يلعب يمكن دور الضحية أو فعلا هو ضحية ما بعرف بس عم بيعاتب يعني أنه هو انظلم في موضوع معين أو أنت ظلمته في موضوع معين أو أنت خدعت حدا خدعك وصل لك أمور غلط ولكن بيقولك أنه بيحبك بالنهاية نشوف أوراكلز ل برج السلطان النصيحة إليك يا برج السلطان أنه بيكفي شغل بيكفي تكر كتير 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 اطلع الطبيعة اطلع من المدينة اطلع الطبيعة هيك شي مشوار شي شي سيران شي رحلة مو بعرف بس بيقولك قرب شوي من الطبيعة يمكن يكون هذا الكرت عم بيقولك يعني مجازيا هذا الموضوع ممكن يكون معناه أنه ارجع لطبيعتك ما ما تحاول أنك تتغير كرمال حدا طبيعتك حلوة وإنت شخصيتك حلوة فما تحاول لأنه لا تتنازل ولا أنك تغير شخصيتك أنت زي ما أنت حلو طبيعتك حلوة خلينا نقول حبايبي بورج السرطان بشوف قنبل فيديو ترجمة نانسي قنبل فيديو ترجمة نانسي قنبل فيديو